استبعدت روسيا اليوم عقد المؤتمر الدولي المقترح بشأن سوريا هذا الشهر بسبب الخلافات بشأن من سيشارك فيه يأتي هذا فيما تواجه الرئيس المستقيل الائتلاف الوطني السوري معاذ الخطيب إلى اسطنبول لبحث الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر استبعدت روسيا عقد المؤتمر الدولي المقترح بشأن سوريا هذا الشهر بسبب الخلافات بشأن من سيشارك فيه وقال مسؤول روسي بارس حضر محادثات الجمعة بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون قال إن عقد المؤتمر نهاية الشهر الجاري مستحيل مشددا على أن عقده أمر معقد جدا وليس من الواقعي تحديد إطار زمني دقيق وأشار إلى أن هناك العديد من الخلافات حول من سوف يشارك بهذا المؤتمر ومن هو ممثل شرعي أو غير شرعي وقال إن المؤتمر لا يمكن أن يعقد دون مشاركة المعارضة لكن السؤال عن أي معارضة يتم الحديث في ضوء عدم توحدها ولفت المسؤول الروسي إلى أن بوتين وكاميرون ناقش عددا من الخطوات الملموسة التحضيرية لعقد هذا المؤتمر وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سرغي لفاروف أعلن الثلاثاء أن واشنطن وموسكو ستسعيان إلى عقد مؤتمر بشأن سوريا وعبر عن أملهما في أن يعقد نهاية شهر الجاري يتي ذلك في وقت توجه فيه الرئيس المستقيل للإتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب إلى اسطنبول في زيارة لتركيا تستغرق عدة أيام وقالت مصادر أعلامية أن الخطيب سيلتقي خلال زيارته عددا من المسؤولين الأطراق والدوليين المشاركين باجتماعات بنك التنمية الأوروبي وأبعض الشخصيات السورية لبحث الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر الدولي بشأن سوريا يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وهي طيار سوري مشارك بالحكومة عن فتح باب التطوع من أجل العمل على تحرير مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل وذلك بعد أيام على قيام طائرات إسرائيلية بقصف مواقع عسكرية في ريف العاصمة دمشق بدورها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقيادات العامة إنها ستقوم بتشكيل كتائب للقتال في الأراضي العربية المحتلة وبضمنها الجولان تأتي هذه التحركات بعد يومين من دعوة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله لإحياء ما يسمي المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي بالجولان الذي ظلت جبهته مع إسرائيل هادئة لأكثر من أربعين عاما